إنت هنا بتستعمل بقى ندوجك وبتستعمل إحساسك كمخرج؟ طبعاً يعني تقول أنا بقى طب مما إني مع نفسي فأنا أدخل بقى بقى دوليتي طبعاً بس طبعاً أنا بحاول بقدر مستطاع أن أنا ألغي نفسي كمخرج لما مع المخرجين الآخرين أبقى ممثل بس لأن لو إحنا يعني لازم يبقى فيه احترام للزمالة واحترام للفكر اللي هو للمخرج اللي موجود يعني بس أنا بحاول أمزج اللي هو عاوزه باللي أنا عاوزه يعني هي بتعمل الخلط محسن محي الدين أنت يعني بدايتك كنت طول الوقت محظوظ يعني بتعمل حاجات حلوة بتنتقل واشتغلت مع مخرجين مختلفين كلهم أحسن من بعض هل ده ساعدك ولا بقى دلوقتي عبق عليك؟ لا طبعاً ساعدني ساعدني جامد يعني أولاً زي ما قلت حضرتك أن كان زمان كل المخرجين بيهتموا بالأداة الأساسية الممثل كانوا بيوظفوا كل حاجة على الممثل الإضاءة الكادرات الأحجام الكادرات على الممثل يعني كل ده حاجة الاكسسوارات بتخدم الممثل دلوقتي طبعاً إحنا قلنا أن يبقى فيه التكنولوجيا عالية والأداة عالية فطبعاً خلتني أنا ساعدتني كتعاملي مع المخرجين الكبار دول أن أنا أتعامل في الوقت دوت اللي أنا ممكن أفتقد فيه توجيه المخرج لأنه هو المخرج عبارة عن مراية الممثل وبيشوف حاجة في الدور ممكن تكون أنت مش منتبه أنا مش شايفها طبعاً وهو اللي يوصلني ليها فلما بفتقد الحتة دي برجع لنفسي بقى كالناس اللي أنا اشتغلت معهم أو تفتكر أنا أعمل إيه أو تقال لي إيه بس هو دايماً الدور بيبقى مختلف يعني الأدوار زي ما بيقول هي اللي بتاخدك تلك ترجمة نانسي قنقر